كلما زادت وطيرة المعارك في العراق كلما سدد المدنيون المزيد من فواتير الحرب المتنقلة من مكان لآخر في هذا البلد فبينما بدأت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية ضد داعش غربي رمادي زادت عمليات النزوح آلاف المدنيين فروا باتجاه منطقة الكيلو 18 غربي المدينة حيث تعهدت الحكومة المحلية بإيواء عدد كبير منهم في مخيمات جديدة العمليات العسكرية الجديدة تركزت في غربي رمادي باتجاه قضاء هيت في محافظة الأنبار حيث تمكنت القوات العراقية من استعادة منطقتين السفرية وجنوب البوطبان وكذلك منطقة الزنكورة والقرية العصرية مصادر مطلعة أفادت أيضا بأن موجة نزوح جرت في هيت وكبيسة مع اقتراب العمليات العسكرية في هتين البلدتين وما زاد من حركة نزوح أيضا إلقاء طائرات الجيش منشورات تحذيرية للمواطنين في هذه المناطق وكانت وزارة الهجرة والمهاجرين أعلنت عن هدوث حركة نزوح جديدة في عدة مناطق تشهد عمليات عسكرية وقدرت الوزارة عدد الأسر النازحة بأكثر من 450 ألف أسر نبيل سالم العربية